لقائنا دائما معكم الآن مع أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة وهم أخبارنا والتي نحويه اليوم هذا الخبر بشكل خاص وبشكل معمق في سباق مع الوقت كان الموت حاضرا في طريق المواطن محمد علي البلوشي 59 عاما من مدينة خرفكان عندما خرج بشكل مفاجئ من منزله في استدعاء من جهة غير معلومة إلى وجهة غير معلومة أيضا حيث كان القدر يلازمه في رحلة غير مبررة تجاوزت الحدود حتى استقرت به ليتوها في منطقة محظى العمانية بعد غياب عن الأنظار دام ثلاثة أيام متواصلة ولكن الأجهزة الأمنية القيادية العامة لشرطة الشارقة عثرت على جثة المواطن البلوشي والذي سبق أن أعلن عن تغيبه منذ عدة أيام عن منزله بمدينة خرفكان وكان للأسف قد فارق الحياة ولكن لم ينتهي البحث هنا ولكنه لا يزال مستمرا بالتعاون مع الجهات الأمنية في سلطنة عمان الشقيقة والتي تباشر عملية البحث والتحري للكشف عن أسباب الوفاة وملابسات هذه القضية حول هذا الموضوع طبعا يسعدنا أن ينضمن إلينا في الستوديو سعادة المقدم الدكتور أحمد سعيد النعور رئيس مركز شرطة خرفكان الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للحديث طبعا عن دور شرطة الشارقة في عمليات البحث عن عفوان المتغيبين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية فئات المجتمع في تحقيق الأمن المجتمعي السلام عليكم دكتور عليكم السلام عليكم نحن نرى حتى على مواقع التواصل الاجتماعي سعادة المقدم أن تداول هذا الخبر وحتى الصورة كانت موجودة لمن يجد هذا الشخص أنه يبلغ ولكن للأسف أنه وجدت الجثة فبداية ملابسات هذه الحادثة لو تخبرنا عنها سعادة المقدم في البداية طبعا أنا أستغل هذا البرنامج لتقديم مواساتنا وعزائنا لأسرة الفقيد الذي نسأل الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في بداية طبعا اللقاء أنا أحب أشكر أيضا الجمهور ممن تعاونوا معنا وكان دورهم بارز بشكل كبير وربما التقديم الموجودة أن استخدام ألوات التواصل الاجتماعي هي خدمت أيضا الجانب في البحث والتحرر ولكن يعني يبقى قضاء الله وقدره هو في الدرجة الأولى نعم بداية الموضوع كان طبعا تلقينا أحنا البلاغ من ذوي المتغيب كنا متغيب بشكل عادي كأي بلاغ يتم التعامل معه بجدية طبعا واهتمام من رجال الأمن إلا أن هذا يعني هناك معطيات تعطي رجال الأمن بعض علامات السفهام وفي شدة البحث والتحرر عن الشخص تغير طبيعة التحري والبحث نعم وشدة البحث والتحري والاهتمام أكثر وإعطاء أجانب غير يعني إذا قلنا وذكرنا أنه غير طبيعي نعم والأسباب هذه أن الشخص أولا تسعة وخمسين عام عمره تسعة وخمسين عام نعم كبير في السن الشيء الآخر أنه يعاني من مرض الزهايمر نعم ومرض الزهايمر طبعا ما يخفى على أحد شو أعراضها اللي يعاني منها طبعا أول حالة اللي هو فقدان الذاكرة ممكن تقول نسى بيته فنسى طريق العودة أقل شي نعم نعم وهذا اللي نعم خفنا أنه خلاص هذا من الصعب أنه يرجع لبيته وإلا مكان إقامته نعم شيء آخر له ضغط الدم يعني هذا عنده والسكر وكله يسبب له هبوط طبعا نعم هذه الأمور كلها كانت من دواعي اهتمامنا بشكل كبير القيادة العامة الجردة الشارقة أسئلة واتصالات مستمرة من وزارة الداخلية واهتمام كبير بالموضوع طبعا أخذنا البلاغ وتم تشكيل فريق من البداية بعد طبعا التعميم على المركبة اللي كان يقودها وخرج بها وهذا طبعا من الجانب السلبي اللي كان شخص يعاني من مرض الزهايمر ويستخدم سيارة بالإضافة إلى حالة صحية غير نسوية طبعا نعم فتم تشكيل فريق وتم التواصل مع جميع مراكز الدولة بالهاتف أيضا ومستشفيات الدولة وأيضا جميع الفنادق وكل ما ممكن يعني أنه يكون فيه يتواجد فيه نعم وتم التعميم على الشكل يعني نعم تم التعميم على الشكل هذا في أول يوم نعم لما شفنا الوضع يعني عادة التغيب ما يأخذ 24 ساعة طبعا على المنطقة وعلى تعاون الجمهور إلا أن الشخص مثل ما ذكرنا أنه بالفعل هناك معطيات أن البحث أو رجوع للبيت شوية من الصعب فتم طرح الموضوع أو عرض الموضوع على قنوات التواصل الاجتماعي للقيادة العامة لشرطة الشارقة وأيضا تم التنويه للجمهور الكريم ممن يتواصل معنا باستمرار وأصبحت رسالة القيادة العامة لشرطة الشارقة متناقلة عند أغلب أفراد الجمهور هذه المشكلة طبعا نحن نواجهها في بعض الأحيان وصور رسائل عن طريق الواتساب أو عن طريق مثلا المسيجات بأن يوجد شخص كذا كذا أو طفل أو حالة معينة ما سرد لها قصة ونرجو البحث أو الإدلاء أو عن طريق صورة أو كذا كيف للشخص المتلقي من أين تأتي الثقة بأن هذه حالة صحيحة ويبدأ فيها هو بإرسال هذه الصورة أو الرسالة لتداولها بين الأشخاص لبحث أوسع كيف يمكن لنا أن نثق بأن هذه فعلا حالة موجودة نتأكد من صحة البلاء نعم نحن لا ننكر المجتمع واعي أن حاليا في تناقل إشاعات بشكل كبير في ناس يعني وليكن ما نقول الناس الأسوياء ولكن في هناك جيل أو في صنف من الشباب يؤول ويختار يعني يمكن الرسالة التي تحتوي أخبار مغالطة أو يبهر الخبر ويبهر نعم وينشر المصيبة يعني حتى ما يتأكد من الرسالة اللي هل من جهة موثوق مثل ما تفضلت موثوق فيها أم لا أما رسائل القيادة العامة شرطة الشارقة أو وزارة الداخلية طبعاً كأي توثيق لا بد من التوقيع لا بد من الاعتماد فهي في النهاية ترمز للقيادة العامة نعم لشرطة الشارقة تنادي الجمهور تناجد الجمهور الكريم وللمتلقي أن يتأكد من الرسالة عبر قنوات التواصل الأخرى من الهاتف أو بأي قناة أخرى بالتواصل يعني بإمكاننا إحنا إرسال هذه الرسالة للقيادة العامة للتأكد من صحة الخبر نعم بإمكاننا والتواصل مستخدم من خلال؟ من خلال حتى بالتلفون بالتلفون نعم بالتلفون حتى بساعدة المقدمة إذا حبينا نرجع لمحور الحديث كيف تم العثور على المفقود آنذاك والمرحوم الآن محمد بنشي؟ هي قصة حقيقة يعني ممكن مشينا فيها من أول يوم إلى ثالث يوم انتهينا فيها يعني حتى نحنا كنا نتلقيناها بحزن بحزن حقيقة على يعني اللي شاهدنا بعيننا أن الشخص تنقل بواسطة سيارته من خور فكان اللي هو مقر إقامته نعم مرورا بالشارع اللي هو يودي على وين على حتى منطقة حتى نعم ربما البحث والأسئلة سبحان الله يعني ما قدرنا نوصل لأي شيء لأن الشخص هذا لا يشيل تلفون التلفون يعني ممكن حتى الجمهور عارف أن نستطيع أن التعقب عنه ونقدر نحدد مكانه طبعا بس هذا الشخص طالع بدون أي وثيقة عنده فيت معلومة في ثاني يوم يت معلومة في ثاني يوم أن الشخص هذا تم مشاهدته في منطقة حتى التابع الإمارة دبي نعم كان يقود المركبة عكس السير هنا معلومة يعني يمكن تكادهي المعلومة الوحيدة اللي بنينا عليها عقب أعدنا خطة البحث خطة البحث والتركيز في هذه المنطقة نعم سبحان الله ما ابتعد الموضوع رحنا شفنا الصورة التصوير في النقطة الحدودية اللي موجودة في المنطقة نفسها تابعة للدولة وشفنا الصورة بالفعل المركبة مرت كان البلاغ على أساس أحدد بالضبط الجمهور وعلى أساس تكون الحقيقة في روايثنا كان البلاغ الساعة خمس وخمسة وأربعين دقيقة من صباح أو فجر يوم السبت نعم الصورة هذه لاحظوها متى يوم باليوم التالي هو متغيب يوم الجمهور نعم نعم هذا اليوم طبعا تم مشاهدة الصورة وتم تتبع الموضوع بالصورة ولكن ثاني يوم ما عثرنا على الشخص ثالث يوم ونرجع لتواصل الجمهور ويزار الله خير الجمهور يعني الواعي والفاهم ينا اتصال في ثالث يوم أنه تم العثور على مركبة مشابهة نعم كان في البداية حتى الرقم غير واضح غير واضح فخمس دقائق مثل ما تقولنا تواصلت مع الشخص هذا وقدم له الشكر حقيقة يعني شخص مواطن تواصل معنا وقال أنا جنب مزرعتي في ولاية محضة التابعة لسلطنة عمار نعم والله في نفس الوقت في نفس الوقت الساعة عشرة بالليل المساء يوم الأحد يوم الأثنين يوم الأثنين يوم الأثنين نعم ثلاث دوريات كانت موجودة في نطاق الاختصاص اللي هو في الدولة في حتى نعم رسلناها المكان المنطقة تبعد ما يقارب 85 كيلو متر منطقة يعني حتى لو أنا عفوا يعني كنت أبغى روحة نزه فيها ما ممكن أوصلها نعم نائية بعيدة 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 نعم ومنطقة مثل ما أقول يعني شبه مزارع عزب غير تستخدم شو اللي رسل هذا الشخص طبعا نرجع للمعطيات هذا رجل يعني يعاني من مرض الزهايمر ومسن ومسن خلاص فقد الوعي فقد السيطرة على نفسه حرارة الجو يعني ما ننسى حرارة الجو ما في إدراك للوجهة يمكن نعم فلله الحمد توصلنا عبر هذا المواطن اللي وصلنا وتعاون الجمهور وجهود شرطة عمان السلطانية سلطانة عمان الشقيقة أيضا دعموا الموضوع وتقريبا يعني أنهينا البحث هذا في ثالث يوم أما الجهود كانت مبذولة على قدم وساق من مزار الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارع هاي سماتكم طالعا عبرك وتم العثور عليه نعم تم العثور أول شيء طبعا الخطوة الأولى تم مشاهدة السيارة اللي هي المركبة بدون الساق بدون الشخص ولكن يعني ما بتعد الموضوع مطول يمكن كان البحث في المنطقة المحيطة بالسيارة على طول أبلغتنا شرطة عمان السلطانية أن الشخص بالفعل يسقط على ظهرة وخلاص الريال فاقد مثل ما تقول الحياة ولكن يعني ممكن أسئلة كثيرة جاتنا ونوضح للجمهور الكريم على أساس أنه يمكن أسئلة كثيرة أنه هل هناك شبهة جنائية نحن نقول المعطيات اللي موجودة وكبرسنا يعني فيه إيحاءات تدل على أن الشخص ما فيه غرض جنائي أو شبهة جنائية ولكن تبقى يعني الأمور هذه يجب أن يعني الأسر اللي تأوى مثل هذه الحالات تحتاج رعاية كبيرة يعني ما فيه أن نستبق المفروض فيه إجراء استباقي من الأسرة ولكن نحن بعد البلاغ نحن تناولنا طبعا هذه الأمور كثير عن المسنين بشكل كبير يعني احتمنا فيها في البرنامج وأيضا وجه أيضا دعوة جديدة من خلالكم أيضا أنه كبار السن لابد رعايتهم بطريقة أو بأخرى لابد أن نجد الوسيلة والطريقة لرعاية هذول الناس الذين لم يقصروا في يوم معنا ونحن أطفال نعم لأنهم أطفال هم في الأخير سعادة المقدمة يعني نعيد نعيد الرعاية طبعا هذا كبير سن يعني أنا صغير رعاني حاليا يحتاج الرعاية نعم 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 نحن نقول أن نناشد الجمهور الكريم اللي يأوي الأسرة اللي عندها مثل هالحالات رعاية تامة واهتمام أكثر مثل ما رعاني أنا أرجع الرعاية مرة أخرى نعم نعم رد الدين والله نعم نعم نحن بدورنا بعد نقدم طبعا تعازي أو التعزيات الحارة لأهل محمد طبعا البلوشي وألهمكم طبعا لأسرة محمد البلوشي ألهمكم الله الصبر والسلوان على هذه الحادثة وعلى المشاهدين مثل ما قلنا اهتمام أكثر بأطفالنا خلنا نقول لأنه فعلا هم أطفال يعني في الأخير يوم يكبر الأب أو الأم يصبحون كالطفل يحتاجون إلى هذه الرعاية إن كانت العاطفية أو حتى الاجتماعية شكر جزيل للمقدم الدكتور أحمد سعيد الناعور رئيس مركز شرطة خرفك كان الشامل القيادة العامة لشرطة الشارقة شكرا جزيلا شكرا لك طبعا نشكر أيضا جهود وزارة الداخلية على هذه المساعي وهذه الجهود الجبارة التي تقومون فيها أنتم أصحاب الأياد البيضاء نقول عنكم دائما شكرا الله خير الله يستملك إن شاء الله بينما طبعا مشاهدين نقلتنا الآن إلى فقرة أحدث شيء وهي بطاقة جديدة من نوعها توفر عليك عن التسوق لتبحث عن هدية لصديق أو لزوجة أو أي فرد كان من أفراد العائلة من خلال طريقة سهلة وفريدة في التقرير التالي نتابع ولا نعود شكرا للمشاهدة